إذن متابعينا الكرام نعود إلى خبر موضوع إعلان صفقة مغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بصواريخ باليستية ومنظومة هيمارز راجمات الصواريخ متعددة المهام الهيمارز وأيضا صواريخ جي ساو هذه الصفقة متابعينا الكرام بيستعرفوا الأهمية دياله والخطورة دياله بطبيعة الحال بالنسبة لكل من يعادي المملكة المغربية فالمسألة للحصول المغرب على منظومة هيمارز هي كانت يعني معروفة ومعروفة مسبقة لكن العائق اللي كان كيخلي على أن هذا الصفقة يعني لم تتم منذ مدة طويلة وهو أن المفاوضة المغربية أو القوات المسلحة الملكية أو المغرب عموما كان يرغب في صواريخ باليستية يعني بعيدة المدى المدى ديالك يوصل ل300 كيلومتر لأن منظومة هيمارز متابعينا الكرام كيف ما كتعرفوا فهي منظومة كتطلق عدة أنواع من الصواريخ يعني المدى الأقل هو 70 كيلومتر والمدى الأقصى هو 300 كيلومتر منظومة هيمارز التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا عطتها فقط صواريخ 70 كيلومتر ولاحظوا فقط على أن منظومة هيمارز بصواريخ 70 كيلومتر استطاعت على أن تحدث ضرر كبير جدا لدى الجيش الروسي بل أن الجيش الروسي كان عاجزا على أن يجد هذه الراجمات لأن هذه الراجمات الصاروخية هي ليست مثل الراجمات الصاروخية التي كانت عند روسيا أو التي كانت عند الصين هذه الراجمة هي راجمة مستقلة وماذا نقصده براجمة مستقلة؟ راجمة مستقلة أي أنها تخدم رأسها تخدم في قطعة واحدة لأن البطارية هي راجمة الصواريخ في الملفهم من الأسلحة الشرقية تكون عبارة عن بطارية تكون الرادار في شاحنة معينة وقادف الصواريخ في شاحنة معينة ومركز القيادة في شاحنة أخرى يعني راجمة واحدة تكون من ثلاثة أو أربع شاحنات وهذا الشيء لم يكن في الهيمرز الهيمرز جمع هذا الشيء يكون في قطعة واحدة أو شاحنة واحدة هذا الشيء لأن راجمات الهيمرز خطيرة وخطيرة جدا لأي عدو يفكر في أن يواجه هذه الراجمات فما بالكم إن كانت هذه الراجمات بالقدرة على إطلاق الصواريخ ديال 300 كيلومتر فلأخر الصفقة متابعينا الكرام هو أن إسبانيا كانت تحتاج إسبانيا كانت لا تريد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ببيع هذا الصواريخ الباليسية دات المدى 300 كيلومتر إلى المغرب لكن في نهاية المطاف متابعينا الكرام استطاع المفاوض المغربي واستطاع المغرب على أنه يحصل على هذا الصواريخ بالرغم من الاحتجاج والبكاء ديال إسبانيا والإسبان ووزارة الدفاع الإسبانيا بشكل خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية فهذه هي الأهمية متابعينا الكرام ديال صفقة الهيمرز ويوجد دور التذكير أيضا المتابعينا الكرام لأن راجمات الهيمرز تنضاف إلى راجمات أخرى تم اقتناؤها من إسرائيل واللي هي راجمات البولس يصبح الآن لدى المغرب عدة راجمات بعيدة المدى نبدأ بالصينية البي أش إيل الأيردو اللي يصل المدى إلى 150 كيلومتر راجمات البولس الآن الإسرائيلية 300 كيلومتر والآن راجمات الهيمرز 300 كيلومتر يصبح لدى المغرب قدرة صاروخية كبيرة ومهمة جدا ورادعة جدا لأي أحمق يفكر أن يواجه المغرب عسكريا متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم